الرجل الذي حاول الرئيس نيكولاسا كوزي يوم كان في الحكم أن يجعله في الظل برز اليوم إلى دائرة الضوء الصاطع من خلال فوزه بالدورة الثانية للانتخابات التمهدية لليمين والوسط التي ستقوده إلى تمثيل اليمين الفرنسي في السباق إلى الأليزي في ربيع عام 2017 فرانسوا فيون رئيس مجلس الوزراء الفرنسي المحافظ في عهد ساركوزي الدوغولي وأصغر نائب في البرلمان الفرنسي والوزير في حكومات اليمين المتعاقبة نجح في برنامجه الليبرالي الإصلاحي السياسي والاقتصادي في إخراج ساركوزي من السباق في الدورة الأولى وفي الثانية انتزع 66.5% من أصوات الفرنسيين في مقابل 33.5% لمنافسه ألان جوبي فرنسا تريد الحقيقة فرنسا تريد الأفعال اليسار هو الفشل واليمين المتطرف هو الإفلاس يعد فيون المقرب إلى الرئيس بوتين أحد أبرز المدافعين عن الحوار مع روسيا بخاصة حول الملف السوري ومن الداعين إلى مواجهة جادة مع الولايات المتحدة بهدوء وبعيدا من الأضواء عرف هذا الستيني سر اللعبة الانتخابية استغل تراجع دور فرنسا مع ساركوزي وهولوند طار إلى الأقاليم الفرنسية وجالس أهل المناطق الريفية الذي اختار فرنسوا فيون هو رغبة عميقة جدا لدى الرأي العام الفرنسي في إعادة فرنسا إلى الدور الرياضي التي كانت تقوم به دائما في الأسرة الأوروبية وأعتقد أن نسبة الأصوات التي صبت لصالحه ستجعله فعلا في موقع الأرجحية ليكون الرئيس الفرنسي في أيار المقبل الواضح أن له برنامج واضح في السلطة يرتكز على موضوع الإصلاح الاقتصادي وإعادة بناء البيت الأوروبي بطريقة تقرب من النظرة الديغولية التي كانت تراهن على أن تكون أوروبا القطب الثالث بين الأسمالية من جهة وبين الشيوعية من جهات ثانية يشمع المتابعون على أن موجة التغيير تشتاح العالم وفي يون في فرنسا دائما الرغبة في التغيير هي ضرورية جدا لأن التغيير هو أساس ديمقراطية أهمية فرنسوار فيون أنه لا يمثل كما قلت تجربة ترامب في عدائه للملونين والأغراب هو يدعو إلى إصلاح اقتصادي يستوعب المواجرين ويرى متابعون للملف أن نقاط عدة تصب في مصلحة وصول فيون إلى قصر الإليزي فهو معروف بنظافة كفه وبخلو سجله من قضايا الفساد وتشير الإحصاءات إلى أن الفرنسيين يتقون إلى ربان جديد يقود سفينتهم وينتشلها من مستنقع الإرهاب دارين دعبوس قناة الجديد